عظمة على عظمة على عظمة محمد الشناوي يستحق كل التقدير من كل جمهور النادي الاهلي ومن كل الجمهور المصري الحقيقة اللي بيؤازر منتخبنا الوطني طيب هل معنى أننا ما أتكلم عن منتخب مصر أو عن المدير الفني لمنتخب مصر وأقول أن المدير الفني لمنتخب مصر أخطأ أخطأ بحديثه عن كريم فؤاد وعن النادي الاهلي عندما قال أننا وثقت في كريم فؤاد قبل ما النادي الاهلي يثق فيه هل ده معنى أننا ضد منتخب مصر؟ هل ده معنى أننا ضد المدير الفني في هذا البرنامج وخلال الفترة الأخيرة تحديدا كنا لما بنتكلم عن منتخب مصر أو عندما تم التعاقد مع روي فيتوريا كمديرا فنيا لمنتخبنا الوطني كلنا سقفنا سقفنا للكابتن حازم إمام وسقفنا لكل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ولكن ده مش معناه أن لما يبقى فيه خطأ أن احنا مش هنقول ده مش معناه أن حضرتك لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي يجب أن تعلم أن أنت بتتكلم عن أكبر نادي في مصر وأكبر نادي في أفريقيا وأكبر نادي في الوطن العربي مش كلام الأهلي بيثق في جميع لاعبي الأهلي عندما يتكلم عن اللاعبين النادي الأهلي ما بتكلمش كتير عن اللاعبين لكن لما بيعوز حد بيجيبه فمعنى كده أنه هو واثق في كريم أو غير كريم فالحقيقة سألنا مصادر كتيرة جدا قريبة من فيتوريا وأنا حقول لحضرتكم الكلام اللي تقلي في هذا الأمر خلاص؟ ولكن رأيي حقوله بعد ما خلص كلمنا مع ناس قريبة من فيتوريا أكد لهم أنه كان لا يقصد أبدا التقليل من النادي الأهلي ما حدش يقدر يقلل من النادي الأهلي مبدأيا طيب بالعكس هو كان عايز يشيد بكريم فؤاد وأنه مقتنع به من بدري ولكن التصريح خانه لكن فيتوريا عارف قيمة النادي الأهلي كويس وقيمة لاعبي وعلشان كده بيضم هذا العدد الكبير من اللاعبين في النادي الأهلي طيب قبل ما أروح للموضوع آخر أقول لحضرتكم أنا رأيي في هذا الأمر أنا متأكد من الناس اللي قالت لي هذا الأمر ومتأكد أن فيتوريا قال هذا الكلام ولكن وجهة نظري كما تحدث فيتوريا في المؤتمر الصحفي وأمام الملايين ونشرت هذه التصريحات في كل المواقع الإخبارية وعلى السوشال ميديا وعلى كل المواقع أتمنى في المؤتمر الصحفي الأول القادم أن يخرج رؤي فيتوريا وكلام ده أنا وصلته لبعض المخربين من فيتوريا أتمنى مش أنا ما بكرهوش ولا ضده ولا النادي الأهلي ضده ولا جمهور الأهلي ضده أبدا بالعكس إحنا كلنا حنقف على بلدنا وحوري لحضراتكم مدئين إحنا الفترة اللي جاية مش هنتكلم غير عن منتخبنا الوطني لأن ده الصح وده اللي إحنا هنعمله كل ده أعمل منتخبنا الوطني ولكن أتمنى أن يخرج رؤي فيتوريا في أول مؤتمر صحفي أنا مش هقول بقى يعمل مؤتمر صحفي مخصوص والكلام ده لأ أتمنى أنه هو في أول مؤتمر صحفي يطلع ويقول الكلام اللي تقلي أو اللي وصلني اللي هو مش عشان حاجة ممكن الكلام ده يكون وصلني لو أنا بيتفرغ عليها مليون ولا اتنين ولا تلاتة ولا مية لسه فيه ناس تانية عايزة تسمع وعايزة تشوف فكما قال على الملأ وأمام الجميع يرجع يقول هذا الكلام وخلي بقى لحضراتكم للناس اللي بتقول لي أنه هو قال هذا الكلام المحترم الحقيقة خلينا أقول أنه هو كلام محترم جدا ولكن دي تانية مرة رؤي فيتوريا وهو بيتكلم يخونه التعبير مرة قبل كده أنه هو قال إن أنا لو حضراتكم تفتكروا لما كل الناس هجمته أو كل الناس انتقدت كلامه مش هجمته انتقدت كلامه في أنه أنا أنا مش جاي عشان أخد بطولة الأمم الأفريقية أوصل كاس عالم كلنا قلنا ساعتها كان معاه الأساس جمال الزهيري أنا لا أنسى هذا الأمر كان معاه الأساس جمال الزهيري وقال إيه قال يعني طب انت مال جاي لإيه يعني ولا حتاخد أمم أفريقيا ولا حتوصل لنهايات أمم أفريقيا ولا حتوصل كاس عالم طب جاي اللي تعمل إيه فاللي عايز أقوله لحضراتكم أنه هو بعد كده رجع وقال معلش ما كانش قصدي والتعبير خني تاني مرة التعبير يخونك تاني مرة التعبير يخونك فلو سمحته بالمناسبة هو عنده مستشارين إعلاميين كويسين جدا سواء الأستاذ محمد عراقي أو الأستاذ محمد مراد الاتنين عندهم القدرة يعني لو عايز يقول حاجة خليهم هما ليسغوها لك خلي عراقي ومرادهم ليسغولك هذا الأمر لأنه ده شغلتهم بالمناسبة يعني يعني احنا مثلا على الجانب الآخر ما بنسمعش حاجة عن المنتخب الأولمبي لأنه المدير الفني لمنتخب الأولمبي روجيرو ميكالي عندهم هناك برضو مستشار إعلامي أستاذ ياسر عبد العزيز بيأخذ منه بيوصل للناس كلها ما بيخليش الراجل هو اللي يتكلم تكون هناك بعض الأمور اللي مش مفهومة بالنسبة للراجل ففيتوريا واضح أنه هو نفس الكلام لازم يبقى فاهم هو بيتكلم في إيه لازم عندما يتكلم روي فيتوريا وأنا عرفت تماما أنه هو يعلم هذا الأمر وأنه لم يكن يقصد ولكن 70-80 مليون أهلاوي كانوا زعلنين من التصريح كانوا زعلنين من التصريح حضرتك بعد الكلام اللي احنا بنقوله النهاردة هيبقوا زعلنين ولكن خلاص هنعدي الأمر ولكن كل ما أتمنىه على أخواتنا وأصدقائنا الأستاذ مراد والأستاذ عرائي أن هم يتفقوا مع الراجل أنه هو أي صيغة عايز يقولها يقولها من خلالهم علشان ما يبقاش هناك تضارب بعد كده في التصريحات اللي بيقولها روي فيتوريا وأتمنى مرة تانية أنا آسف أن أنا بأكرر هذا الأمر ولكن مرة تانية أتمنى أن روي فيتوريا في أول مؤتمر صحفي لي يقول الكلام اللي وصل لنا ويقولوا على الهواء مباشرة وينقل في جميع المواقع